السلام عليكم ويا رب تكونوا كلكم في احسن صحة وحال مع تغييرات الجو والفصول خاصة في الفترة دي بنشوف حالات كتيرة جدا من النزلات المعوية والكلام ده مش السنة دي بالذات لا ده كل سنة في نفس الفترة بتاع التغيير الفصول الحقيقة انا شخصيا سمتها النزلة المعوية الفيروسية واما بحثت لقيت ان في اسم عالمي بيسموها stomach flu يعني انا قلتها بصراحة بالنعيف غير علم بس اتضح لي انها مستخدمة برا او بالمعنى اللي هو بيقول انها فيروسية زي انفلوانزة البطن او انفلوانزة المعدة او الكلام لان النزلات المعوية لها اسباب كتيرة جدا بس انا النهاردة عاوز اتكلم عن النزلات المعوية الفيروسية طبعا النزلات المعوية قلنا لها اسباب كتيرة جدا زي التسمم الغذائي السلمونيلا الدوزنتاريا الاميبية الدوزنتاريا الباسيلية حاجات كتيرة جدا ممكن تعمل نزلات معوية انما انا عاوز النهاردة افهم ناس كتير ان في حاجة اسمها النازلة المعوية الفيروسية يعني بتيجي مع تغيير الجو والفصول يعني بتيجي بسبب فيروس مش بكتيريا يعني ما هياش تسمم غزائي زي ما بتتشخص غلط كتير يعني ما هيش نازلة معوية بكتيرية عادية نتيجة الاكل خاصة ان الانسان دايما بيجي يقول لي انا كلت كذا وبعد كده ظهرت معايا الاعراض طيب ازاي اذا كان لازم يكون في فترة حضانة عشان تظهر الاعراض بس هو بيشك في اخر وجبة كالها قبل ما تظهر عليه الاعراض الفيروسات اللي بتسبب النازلة المعوية الفيروسية كتير اهمها يمكن مشهور في الاطفال اكتر اللي هو الروتافيروس وفيه فيروس تاني بيجي اسمه النورو فيروس دوت اطفال وكبار وفيه الادينوفيروس ودوت مشهور جدا في فترات تغيير الفصول وبينتقل اكتر هي معظمها بتنتقل من شخص لشخص عن طريق تلوس الايد ما فيش غسل ايد او اكل اكل ملوس او ماسك سطح كان فيه فيروس وايه اتحط على السطح دوت بعد استخدام الحمام او حاجة زي كده بس الادينوفيروس تحديدا بينتقل عن طريق النفس يعني ممكن عطسة كحة اي حاجة من هزا القبيل تؤدي الى نازلة معوية فيروسية عن طريق الادينوفيروس وفيه فيروس تاني اقل ISO اسمه الاستروفيروس. حبيت اقول ان الروتافيروس بتاع الاطفال ظهر ليه تطعيم وبيتاخد فيه الاطفال. كلها اعراضها نزلات معوية في صورة اسهال تكسير جسم سخونة تعرق جفاف ترجيع خمول فضيع في الجسم نشفان في الريق. بس يمكن الادينوفيروس او النزلة المعوية الفيروسية اللي بتيجي مع الادينوفيروس بيبقى معاها عطس زكام حرقان في العين كحة اشياء زي كده ويحصل معاها برضو نفس اعراض النزلة المعوية. طيب تشخيص النزلات المعوية الفيروسية سهل جدا بيبان عن طريق الكشف ودايما ما تحطش في راسك تسمم غزائي لان التسمم الغزائي بيصيب مجموعة من البشر كانوا نفس الاكل ارايب او مع بعض وبعدها بكم ساعة مش اقل من اربعة لسته ساعة ظهرت الاعراض بتاعة التسمم ودي شكل مختلف تماما انما النزلة المعوية الفيروسية بتباني يقول للجالي فجأة دور سخونة اسهال ألم في البطن أو معاها أعراض جهاز تنفسي زي الأدينوفيروس عطس خمول زكام كحة حرقان في الزور حرقان في العين أو عندي حد في البيت أخوي الصغير أو حاجة معاه إسهال بقاله يومين وبعد كده العدوة انتقلتلي بس أنا بابسكه وبسلم عليه وبامسك إيده وهكذا قد نحتاج إلى تحليل براز في بعض الأحيان ومش أكتر من كده كفحوصات لأنها بتتشخص عادة من كلام المريض أو أم المريض لو كان طفل العلاج عادة علاج تحفوزي أهمه أن أنا أمنع الجفاف أمنع أن يحصل جفاف عن طريق تعويض سوائل سواء محلول جفاف في الأطفال أو الكبار أو محاليل وريدية برضو في الكبار أو الأطفال عن طريق الوريد محلول ملح عشان أعوض السوائل اللي فقدت أخذ سوائل كتير أخذ أكل بيمسك البطن زي الرز البطاطس ممكن سيفن أب غير مبرد ممكن موز وأبعد عن المسلجات الحاجات البردة المسلجات أو الحاجات اللي فيها برتقال اللي يمون كويس جدا في النزلات المعاوية الفيروسية الحقيقة أن المضادات الحيوية ملهاش دور نهائيا إلا إذا حصل حاجة اسمها التهاب بكتيري سانوي وهنا بيبقى فيه مخاط وصديد وحاجات تانية في البراز ودي بتيجي أكتر قولنا في النزلات المعاوية البكتيرية أو في التسمم الجزائي بعد كده بندي مسكنات للحرارة حاجة للترجيح حاجة للإسهال زي المادة اللوبرامايد اللي هي بتتبع في الصيدليات عادي جدا من غير روشيدة يهمني جدا أننا غير أننا أوضح الفرق ما بين النزلة المعاوية الفيروسية قولنا أن معهاش أعراض التسمم الغذائي مجموعة من البشر ومعها الأعراض والتاريخ المرضي بتاع المريض بيبينها كلها ودي بتنتشر دايما بتلاقي البلد كلها أو فترة الناس كلها معاها النزلة المعاوية الفيروسية نفرقها برضو من حساسية اللاكتوز حساسية الفراكتوز أمراض تقرحات القولون زي كرونز ومرض تقرح الأمعاء ودول بيبقوا مزمنين إنما ده واحد بيجي يقولك مصاب كذا كان فيه في البيت حد عنده كذا عطس فوشي من يومين المواضيع كذا معها أعراض جهاز تنفسي أو معهاش وهكذا بيتبقى الفرق والتوضيح مهم جدا ما بين الاتنين مهم جدا إن أنا أقول بعض النقط المهمة في الآخر أولها نهتم بالنظافة الشخصية وغسل الإيد دايما مع الوجبات وإذا سلمنا على حد وإذا حطنا قدينا على أسطح عطس عليها حد نحاول بقدر الإمكان ما نخففش الملابس ما نخففش الملابس في فترة تغيير الفصول نحاول بقدر الإمكان ما ناكلش أكل شفنا عليه أي حشرات قد تكون نقل الفيروس في التوقيت دهوت مهم جدا إن أنا أبين حاجة مهمة جدا إن التسمم الغذائي قلنا بيصيب مجموعة من البشر أكلوا نفس الأكلة في نفس التوقيت ومش كل الناس بيأكلوا نفس الأكل إنما كل الناس بيشموا نفس الهوى فالنقطة دي مهمة جدا وموضحة قوي لنزلات المعاوية الفيروسية إن إحنا بنيجي نلاقي في العيادة حالات كتير ظهرة في نفس التوقيت معاها نفس الكلام ده النقطة التانية زي ما قلنا نخلي بالنا إذا كان في حد في العيلة عنده نزلة معاوية فيروسية ما يعتص إذا عطس في وشنا أو ما نلمس إيده نغسل إيدنا كويس عند الدخول للبيت نخلي بالنا جدا من الأشياء اللي زي دي وما نستعجلش كأطباء ونقول تسمم غذائي لأن المريض بيجي شاكك إن الأكل هو السبب بما إن الأعراض جاية في البطن إنما غالبا مع تغيير الجو والفصول قلنا الأعراض بيبقى سببها تغيير الجو والفصول الأعراض النزلة المعاوية الفيروسية أو فيرال جاسترو انتستاين تراكت دايرية أو ستومك فلو كيف بنقولها بالإنجليزي بتنتشر جدا مع تغيير الجو والفصول نخلي بالنا منها ونحاول بقدر الإمكان نقل الأعراضها بفكركم إن الروتافيروس في الأطفال لتطعيم بقية الفيروسات ملهاش تطعيم مهم جدا أن أقولك أن النزلة المعاوية الفيروسية ما تبدأش مضاد حاوي مهم أقولك أنها في خلال يومين لتلاتة بتستجيب جدا للأعراض مهم أقولك أن أنت ما ترحش للدكتور إلا إذا ظهرت أعراض زيادة قوي زي دم في البراز زي دم في البراز زي أي حاجة من هذا القبيل وبتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة وأشوفكم دايما على خير وتذكروا دايما أن في الوانزة المعدة وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس وإلى اللقاء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر